رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للجسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثة في قصر اليمامة في مدينة الرياض وفي مستهل الجسة استعرض مجلس الوزراء جملة من التقارير حول مجريات الأحتاث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية ونوه المجلس بمشاركة المملكة في عمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في الأرجنتين ورأس وفد المملكة سموه للعهد وبلقاءاته مع أصحاب الفخامة قادة الدول وكبار المسؤولين وما جسدته من تعزيز للدور القيادي للمملكة إقليميا ودولية وأوضح معالي وزير الإعلامة الدكتور عواد العواد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس أعرب عن ترحيبه بإعلان استضافة المملكة لأعمال القمة عام الفين وعشرين وانضمام المملكة إلى لجنة ترويكاش مشيدا بالبيان الختامي للقمة وتأكيد التنفيذ الكامل لاتفاق باريس في مجال مكافحة التغير المناخ والالتزام بمواصلة تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية وتأييد الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى تجديد الالتزام تجاه مكافحة الفساد وإدانة الإرهاب ومحاربته واطلع المجلس على نتائج الزيارات التي قام بها سموه للعهد والمباحثات التي يجرها مع أصحاب الجلالة والسموه والفخامة حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وآخر المسجدات على الساحة الدولية ومواقف المملكة وتلك الدول منها وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء بارك إنشاء مجلس أعلى لتنسيق السعودية الجزائرية